هذا وأكدت أوساط أكاديمية وشعبية في الأنبار على ضرورة إبعاد الثكنات العسكرية ومقرات الفصائل عن الأحياء السكنية ومركز المدن تجنباً لوقوع ضحايا جراء القصفة فيما استنكرت أعمال القصفة التي من شأنها خرق السيادة العراقية نستنكر بشدة وندين عمليات انتهاك سيادة العراق وفي نفس الوقت نناشد كمواطنين أن نبعد المقرات العسكرية والتجمعات من التجمعات السكنية حفاظاً على أرواح المواطنين وحفاظاً على السلم المجتمعي أن الضربات تستهدف بعذر حتى نسقط العذر بأن الضربات تنال القوات الأمنية أو التجمعات الأخرى لذلك نلاحظ بقوة أن هذه الضربات تنال المدنيين العزل ندين هذه العمليات العسكرية والقصف العشوائي على أهلنا في قضاء القائم أو في الشمال العراق أو في شرق العراق أو في أي مكان ونطالب من حكومتنا أن تكون لها سيادة وأن تكون أرض صلبة لا يتعدى عليها لا الأمريكان ولا غيرهم كذلك نطالب بإبعاد القوات الأمنية من العوائل ومن الأماكن السكنية إلى مواقع عسكرية تكون شوي بعيدة مسافة بعيدة عن المواطنين